أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله رضي الله عنها من المهاجرات الأول ومن فقهاء الصحابيات وآخر من مات من أمهات المؤمنين كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لأخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وكان قد جرح في غزوة أحد وخرج بعدها بسنتين في سرية فلما عاد منها في جماد الآخرة من السنة الرابعة للهجرة اشتد عليه جرحه ومات قالت أم سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قول اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنا قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم عاشت أم سلمة نحو من تسعين سنة وروا عنها سعيد بن المسيب وشقيق بن سلمة والشعبي وعطاء بن أبي رباح وخلق كثير نالت أم سلمة رضي الله عنها حظا وافرا من أنوار النبوة وعلومها حتى غدت ممن يشار إليه بالبنان فقها وعلما بل كان الصحابة رضي الله عنهم يفدون إليها ويستفتونها في العديد من المسائل ويحتكمون إليها عند الاختلاف وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها توفيت أم سلمة في ذي القعدة سنة إحدى وستين للهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين